السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشيكم شباب شيخ باركم طبعا قررت اغير شي اسمه الاهواز اللي فوق هذين حق البار سيرنج هذي بالثاني هذي والثاني الاثنية هذي ماضي بغيره اغير بس الجنس اللي فوق السامونا ما اتذكر لهذي نزيل فحق يصير عندي مجال لازم اشيد هذي سمارين اسمارين بالحجم 10 مل واحد هنا والثاني هنا هذي منشيضة لا يوجد مصمار هنا بطريقة يمكن أن نعود إلى هنا في أساس أنه يعطينا مجال بس يصير عندك مجال المسامير هنا السكاريب طبعا أنا لا أتفاضي أن هناك مشكلة أوكي ممكن بس أغير هذا لا أتفاضي لا أتفاضي أغير ذي لا أتفاضي لا أتفاضي لا أتفاضي لا أتفاضي أو كسر أو كسر ومنشيك ما نشوفه بس طريقة بهذا الشكل على أساس أنه يكون عندك مجال أن تقدر بطرة من هنا وصير عندك مجال تشوف تحت هنا أن تفاضي هذه هذه لا أتفاضي من تحت أو أن من فوق أو أن يوم أن تضع الكيروسين لا أتفاضي لا أتفاضي ولكن هذه المهمة يعطيك مجال أن تستطيع تضع المشكلة ونرى المشكلة لا أتفاضي ونرى إن شاء الله نفس المقاص كان نفس المقاص نرى حسنا الآن الهوز ينتهي حاولنا نضفة قدر المستطاع نضفة حسنا كل شيء كلها سواد كربون طين حسنا لا أحسنا نركب الهوز الثاني 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 نخلي نفسها طبعا هذا القربة القربة بعد التنظيف فأحسنا من أول نضفنا من داخل بعد فأمشي الجهتين دين الثاني لا أستطيع أن نرى إذا كان هناك تسريب ولا شيء الحمد لله فنركب الهوز لأن هذه هناك مشكلة ونبدل وهذه الهوز فنركب نفس الشيء فنقص طرف البداية ونركب الكلب نفسه المورط ميب ان شاء الله تعبى باور ستيرنج اويل وهو الديكسترون 3 السلامتكم السلامتكم شكرا